استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم سفير فدرالية روسيا بالرباط فاليري فوروبييف بطلب من هذا الاخير اوضح بلاغ للوزارة ان السفير الروسي عبر بهذه المناسبة عن انشغال موسكو على اثر تصريحات اعلامية منسوبة لمسؤول حكومي مغربي كبير يتهم فيها روسيا بانها مسؤولة عن تدمير سوريا وضف المصدر ذاته انه ردا على ذلك اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في البداية التزام المملكة المغربية بالحفاظ على العلاقات القوية مع فدرالية روسيا والتي تعززت بالاعلان عن الشاركة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين المبرمة بمناسبة الزيارة الملكية لموسكو في مارس الماضي وكان رئيس الحكومة المكلف عبدالله بن كيران قد ادل بتصريحات خاصة لاحد المواقع الالكترونية اعلن فيها ان ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في حلب يدمي القلب وغير قابل الفهم على حد تعبيرها